أيضاً بالإضافة إلى ذلك كان هناك التفكير في ربط سيناء مع العالم وإن مش فقط الربط مع مصر وده الحقيقة كان من خلال الزواج الممر الملاحي لقناة سويس المواني البحرية والجفة اللي تم تنميتها وأيضاً المطارات اللي بتشهد طفرة هائلة في سيناء ويمكن هنا الصورة المهمة البليغة جداً على قناة سويس الجديدة الفرق ما بين 2014 ل2023 والموضوع ده أثير ونوقش وتقال هل كان هناك ضرورة لهذا المشروع أعتقد يعني الإجابة ببساطة شديدة إن إحنا نشوف النهاردة المقارنة ما بين إيرادات قناة سويس في 2015 وأقدر أقول لحضركم في 2016 مع اللي بقت وصلت لها النهاردة إن إحنا تقريباً قفزنا من 5 مليار إلى 8 مليار وإن شاء الله السنة دي إحنا متوقعين إن حيبقى فيه طفرة أخرى في أعمالية الإيرادات لكن الأهم وده لازم اللي إحنا نأخذ بالنا منه إحنا من خلال هذا المشروع الاستراتيجي اللي كان وجه بيه فخامة الرئيس إنه ينفس في سنة واحدة أهم شيء إن إحنا أكدنا مكانة قناة سويس كممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة ودي كانت نقطة مهمة جداً لازم نأخذ بالنا منها وأعتقد فريق أسامة ربيع يعي هذا الكلام يعني زمن التراكي اللي هو بيحصل في الرحلات كان بيبقى أيام عشان القول اللي بيتحرك من الشمال للجنوب ويستنى اللي جاي من الجنوب للشمال النهاردة بقينا بنتكلم في أقل من 10 ساعات دي فرق كبير جداً في حركة وحجم الحويات اللي بقت تتنقل في هذه القناة اللي مكننا النهاردة إنها تبقى فعلاً بحق أحد أهم شرايين التنمية على مستوى العالم